وعلى همش الملتقى الحكومي 2016 عقدة مؤتمرات صحفية استعرض فيها أصحاب السعادة الوزراء كل على حدة أبرز ما تم طرحه في الحلقات النقاشية الوزراء أكدوا أن مملكة البحرين ماضية في تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة على الأسس التي تم الاتفاق عليها في الحلقة النقاشية الأولى كان الجانب الاقتصادي هو سيد الموقف وكان الحوار يدور حول الرؤية الاقتصادية 2030 وزير شؤون الإعلام أشار على همش مؤتمر صحفي أن الملتقى هو بمثابة محطة لمراجعة المكتسبات والتحديات على حد سواء نحن الآن نأكد بأن من خلال هذا الملتقى نتدارس الفترة السابقة من إطلاق الرؤية الاقتصادية وفي نفس الوقت نراجع التحديات فإذا تشوفها التحديات العالمية كثير اليوم الأزمة المالية التي حصلت في البنوذمانية الأوضاع السياسية الإقليمية طبعاً قال لها تأثير كبير انخفاض سعار النفط لا تأثير أكبر فهذه التحديات يجب أن نتدارسها بين فترة وفترة وأنا أعتقد اليوم الملتقى قاعد يشكل سنة حميدة استمرارها السنة هذه أول سنة ممكن أن نقيمة السنة القادمة سيكون بشكل أكيد بإذن الله أفضل لكن المؤكد في هذا الملتقى بأن نحن مستمرين لتنفيذ الرؤية الاقتصادية الآن أمامنا تغريباً 14 عام لتحقيق هذه الرؤية والبحرين سباقة في إطلاق رؤيتها الاقتصادية وعلى هامش مؤتمر صحفي آخر أكد وزير النفط أن مملكة البحرين ومن خلال رؤيتها الاقتصادية استطاعت أن تحقق نقلة نوعية في هذا القطع عندنا مشاريع نعمل مع الأخوة في مؤسسة كويت البترول والشركات التابعة لها لدراسة مشروع في البتروكيمويات لهم تجربة معانا في شركة جي بي آي سي شركة خليج البتروكيمويات وهي تجربة ناجحة وزعت أرباح على مدى العقود السالفة للمساهمين والمساهمين هم البحرين عن طريق مؤسسات الدولة في قطاع النفط والكويت الشقيقة والمملكة العبادية السعودية عن طريق شركة سابك حاليا في نقاش مع الأخوة في الكويت على إنشاء مصنع البتروكيمويات تم التطرق على أمور البلديات والتخطيط العمراني وكيف ممكن تشجيع الاستثمار في قطاع العقاري تسهيل التنقل بالطرق والشوارع إلى آخر هناك أهداف يجب تحقيقها بأدوات معينة وكل وزارة لها اتجاه في ذلك الاتجاه وكان الهدف الرئيسي هو كيف نحفز القطاع الخاص أن يكون هو المحرك بدلا من ما يكون القطاع العام هو المحرك البحرين اليوم تعتمد على حقل البحرين للغاز من باب تنويع مصادر الغاز بني المرفأ فأصبح مرفأ الغاز المسال مصدر ثاني وهناك كذلك مشروع الغاز العميق لتصبح حاليا المصادر للغاز مستقبليا ثلاث مصادر وفيها تنويع للغاز اللي هو المصدر الأفضل والأنسب للطاقة الملتقى وفي حلقته النقاشية الثانية لم يغفل عن جانب تطور التنمية البشرية في المملكة حيث استعرض وزير العمل والتنمية الاجتماعية ملامح المرحلة الحالية والمقبلة من تطوير الخدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحدثت عن البطالة ونجاح الحكومة في المحافظة على نسبة البطالة في حدودها الآمنة والمعقولة فيما دون الأربعة في الماء واستعرضت أيضا البرامج التي تساعد على الحفاظ على معدلات البطالة في هذه الحدود الآمنة ثم هناك منظومة الحماية الاجتماعية وهي جمال المساعدات وأوجه الدعم التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وكذلك قطاع الطفولة ولتقدم للإسرة بشكل عام حيث أن المؤشرات تعكس تطور كبير حصل في مستوى دخل الإسرة بين الفترة التي تسبق 2008 والفترة الآن في تطور أشار لصاحب السمو ولي العهد يصل إلى 47% تحسن في مستوى المعيشة في البحرين فهناك رصد واقعي أيضا لخدمات الإسكان الغير مسبوقة في الوقت الحاضر التي تحقق منجزات على صعيد خمس مدن جديدة في البحرين وخدمات إسكانية دات جودة عالية استطاعت أن تكون ملموسة بشكل واضح من قبل جميع المواطنين الأرقام التي تم استعراضها خلال المؤتمرات الصحفية التي عقلت على هامش الملتقة كشفت عن التطور في أداء العمل الحكومي في المرحلة الحالية واستعرضت أيضا الطموح الحكومي لتطويرها خلال المرحلة المقبلة سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين وضمن الملتقة الحكومية 2016 الذي جمع مختلف المسؤولين من وزارات ومؤسسات الدولة تحت سقف واحد تم تكريم العديد من المبادرات المتميزة في القطاع العام والتي كان لها الأثر في التنمية والنهضة الوطنية هذا وتم تسليط الضوء على ثلاثة مجلات هي جودة التعليم والتميز في التواصل مع العملاء وأفضل الممارسات الحكومية المزيد من التفاصيل في تقدير الزميل صالح يوسف تأكيدا على تعزيز دور القطاع العام ومواصلة تطوير مخرجاته في ظل بيئة خصبة رافدة للنمو والتطوير جاء ضمن إطار الملتقة الحكومية 2016 تقدير الجهود العاملة في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لسيما المتألقين في سماء التميز وفي مجال التعليم نالت مدرسة آمنة بنت وهب الابتدائية للبنات جائزة الجودة وذلك لحصولها على تقييم ممتاز من الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم وفي ثلاث دورات متتالية لا شك أن تكريم اليوم هذه المدرسة هو نتائج إحدى المبادرات المهمة التي انبثغت عن مشروع تطوير التعليم والتدريب وهناك هدف أساسي لدى وزارة التربية والتعليم هو زيادة عدد المدارس التي دائما تحصى على تقدير ممتاز وتقدير جيد وفي مجال التواصل مع العملاء حازت وزارة الإسكان جائزة التميز ضمن الجهات الأفضل تفاعلاً في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى طبعاً تواصل في الواقع يعكس اهتمام الحكومة الموقرة في إيجاد المبادرات التي تهيئ للجميع بالتواصل مع المواطن بكفاءة وجودة عالية وكذلك فاز بهذه الجائزة كل من وزارة المواصلات والاتصالات ذات المشاريع النوعية والمتميزة في مملكة البحرين وأيضاً مجلس أمانة العاصمة أما جائزة أفضل الممارسات الحكومية فقد تقاسمتها مجموعة من الوزارات والمؤسسات ومنها وزارة الداخلية وذلك لإطلاقها مشروع السياج الأمني الإلكتروني المشروع عبارة عن منظومة إلكترونية وتعتبر إكمال لمشروع السياج الأمني الإلكتروني أجهزة التعرف الإلكترونية هي أجهزة تتبع للأهداف البحرية جميعها سيتم تركيبها على جميع الزوارق المسجلة في منبكة البحرين وكذلك حصل على هذه الجائزة وزارة الصحة لتطبيقها مشروع لاستخدام الأمثلي للمضادات الحيوية من الأشياء ومشاكل كبيرة جدا اللي يعاني منها العالم الآن بأن الاستخدامات صارت يعني غير صحيحة بالنسبة للمضادات الحيوية وزارة الصحة تضع على عاتقها أن يكون هناك برامج متكامل هذا البرنامج بحيث أن نحن نقلل من استخدام سيء للمضادات الحيوية نقلل من المكروبات عامة اللي ممكن كل مرة رحصي فيه مكروبات جديدة مضادة للمضادات الحيوية كذلك نقلل من المضاعفات التي مع المضادات الحيوية فيما نال مصرف البحرين المركزي أيضا على هذه الجائزة لابتكاره معادلة للمحاسبة نقلت شركات التكافل الإسلامي من الخسارة إلى الربحية ثمار التميز لا تجنى إلا بالعمل الدعوب والحثيف ومن أجل مصلحة الوطني والمواطن شهد أولئك الفائزون هممهم غايتهم المضي قدما في طريق الرقي والازدهار لتلفزيون الوحرين صالح يوسف من مركز عيسى الثقافي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر